السلام عليكم مشاهدين العزاز. كده يرضي الحباب لبس عليكم. متمنى تكونوا با خير و على خير. شكرا لكم بزاف على المتابعة ديالكم. شكرا لكم بزاف على اللايك ديالكم. شكرا لكم بزاف على تعالق زويني ديالكم اللي يفرحوني. والناس اللي يدخلوا جداد من عند آآ آآ من عند آآآ اختي اكرام. المرأة المكافحة. المرأة المغربية المكافحة. كان بغين كلكم مرحبا و الف مرحبة بكم. و شكرا 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 جزيلا لكم واليوم يا الحباب كما كتشوفوا غادي نديلكم جولة في دارنا في العربية اللي منشحال هادي وبزف ديال الناس كيطلبوها مني دائما الناس اللي عندي قدامين كيقولوا لي اختيحة سانية علش ما كدري لناش جولة في داركم في العربية اختيحة سانية ديري لناش جولة في كل مكان مشي كان قرأت تعليق كنلقى واحد الكيم هائل ديال الناس كيقولوا لي اختيحة سانية ديري لنا جولة في الدار دي لكم في العربية وما كنتش كان بغي ندير جولة في دارنا في العربية كانت تفادت على قسل بيا والمهم اليوم قررت قلت علاش الله اللي بغي يقول شي حاجة خليه يقولها هاتشي اللي اعطى الله وهاتشي اللي قسم علينا سيدا ربي الحبيب هو هادا وهاتشي هو اللي عدنا فرزقنا وهاتشي هو فين كبرنا وفين تخلقنا الحمد لله ولله الحمد اللي كان حمده الله وكان شكروه على هاد النعمة اللي اعطانا الله سبحانه وتعالى وخهكك هاد دار ره عزيزة 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 لواحد درجة اللي ما عندهاش لحد هاد دار ره سكنة في الدم ره سكنة في القلب وربي يشاهد علي ما اقول ان دارنا عزيزة عليا بزف وعزيزة علينا كاملين وخها نمشي وفينا ما مشينا وخها نصتمكن في القصورة cadبقى دار دي الوليدين ودار اللي الكبرنا فيها ودار اللي دوزنا فيها الطفولة دينا كتبقى هي اغلى ما عندنا ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يسهل علينا ونطلبوا ربي الحبيب يوفقنا ونقدروا اننا نزيدوا ولو غير جوجبيوت وكزيناء على براء مي هالدار خاصة تبقى لان الذكرى ديال الوالدين والذكريات فيها ذكريات اللي هي كبيرة 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 بالزاف والذكريات ديال الطفولة ديالنا اللي دوزنا والحمد لله ولله الحمد كان حمد لله وكنشكره عفون كان حمد لله وكنشكروا على هالدار كما كتشوفوا هدي هي الدار غادي ندلكم جولة في الدار ديالنا في العربية هدي الدخلة بحركة ندخلو كلقوا هاد البيت هاد البيت هو اللي فيه الكوزيناء وفيه البيت وفيه الدار وفيه القصر وفيه كل شي الحمد لله ولله الحمد إحنا قانعين بدكشي لقسمنا الله ودكشي اللي كتبونا الله سبحانه وتعالى هاد البيت الحباب هو اللي يكبرنا فيه هو اللي عشنا فيه هو اللي دوزنا فيه دكريات اللي عمرها ما تنسى اللي دوزنا فيه الطفولة ديانا اللي دوزنا كل جحياتنا دوزناها في هاد البيت هاد البيت كم ما قلت لكم وغاد نعود نقولها لكم هو الضار ديانا يعني احنا عندنا هاد البيت فقط هو اللي كبرنا فيه وهو اللي عشنا فيه بستبينا الحمد لله ولله الحمد استديا الخوت والوالدة والواليد هي تمني بنا الله يرحم الواليد ويوسع عليه دقيقة القبر يا ربي أرحم الرحيمين كما تشوفوا هاد القنت هذا اللي ديرين فيه الكوزينة كما تشوفوا معناة علاقة دلحال هانتم كما تشوفوا معمري في حياتي شاركت معكم جولة في الدار ولكن قلت علاش اللار المشاهدين ديلي كيطلبوا مني باش نشارك معهم جولة في دارنا في العربية وعلاش غادي نحشم وعلاش غادي نخاف اللي بغي يقول شي حاجة يقولها أنا را هدون تسوق البشر اللي بغي يقول شي حاجة خليه يقولها هادش اللي اعطانا الله وهادش اللي قصمنا الله سبحانه وتعالى ما يمكنش نمشي وندبزو مع الله ونقوله علاش مابنين اشتحنا الدار علاش 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 هادش اللي قصمنا الله الحمد لله الحاجة اللي مهمة مهمة بزاف هي أن الولد ديلي الله يرحمه ويبسع عليه كبرنا بالحلال وكبرنا درب علينا تمارا حتى ما تمسكين مني النظه هو في تمارا وهو في العذاب حتى ما تهو في العذاب والحمد لله ولله الحمد الحمد لله على كل حال والحمد لله على معطل الله كاما كنت تشوفوها هذه هي الماكينة اللي كنت شريتút الوليدة ديالي أنا اللي كنت خذتها لهو كنت خذتها بالكريدي وبقت كنت خلصها كل شهر كنت خذتها له ب 30 لفريال وكنت خلصها لهو الناس القدم اللي معايا هم شايفين اره العرفين كنت خذتها له ب 30 لفريال وكل شهر كنت أعطى فيها 10 لفريال حتى كملتها تاتيه 13 شهور كملتها والحمد لله ولله الحمد كما قد شوفوا كما قد لكم هاديه هي الدار وهذا هو البيت اللي كبرنا نص له دايرين فيه دايرين فيه كوزينة وهذا البليصة هنا دايرين فيها الحوايج وهنا يا البيت فين كان نعسو فين كان نقلسو هنا فين كانت نعسو الوليدة والوليدة من بعد ما صلح تختي البيت الاخر .. أختي الكبيرة كان طائمة وفاش يعني كبرنا ə ichnā يatā كبر', nähin neua ..وراكنت meteoritenä اobilar ild другие ..عاد تختيصلحة هذا البيete هده اللي كان حاشكم كان ديال ..لي كثب هذا البيete وصلHAيتochتي حلته البيete ..الانختي الكبيرة كان ، bisschen والساع في ذاق الوقت ..وصلحة هذا البيete هذه اللي هو أصلا راه كان بيتغي فرقته فرقة يوم اللي هي ودرت له المرطوب وصافي هاتش اللي كان درت له المرطوب وصافي وحلت له الباب هاتش اللي كان الحباب ودبه هادا هو البيت اللي كان اللي زدنا في الاخر كم ما قد لكم كنت انا كان قرأة في السادس فاش صوبنا هاد البيت هادا اما البيت الاخر اللي صورت لكم في الول هو اللي كبرنا فيه هو اللي عشنا فيه هو اللي نعسنا فيه كاملين مع الوالدة والوالد وحنا يا كامل الخوت الحمد لله ولله الحمد من بعد كم ما قد لكم الصدق الماء الحلول الثالث نتبط بprusًا تشاهدنì المطلب بشكل طريق اللي هي خيالية يعني الناس ديال العربية أرى صعيب 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 العيشة ديالهم وصعيب الحياة اللي هما كيعيشوا كيفما كتشوفوه مباشرة صورت هذا المقطع فاش كنتشتا كيفما كتشوفوه الماكي هبط مع الحيوط الأرض كتقطر يعني الماكي هبط خيط واحد ماشيش وقوله راغي كيقطر ولا الماكي هبط أنا صورت لكم هنا يدار كلها مرشوقة والحمد لله ولله الحمد لكم الرشقة ديال الدار اللي الحمد لله والخمر شوقين هاكي كبرنا فيه مبقاو هاكي الم hobbies والحمد لله الدار مازال وقفاء ولله الحمد اللي كان الحمد لله وكنشكروه ولا هدا النعم اللي اعتنا الله سبحانه وتعالى الحمد لله ولله الحمد هاد شي اللي كيين الحباب وبغيت نشارك معاكم جولة في دارنا في العربية هاد شي علاش مبغيتش نشارك معاكم الجولة في دارنا في العربية غيم من هاد شي لأن ما عندناش دار وإنما عندنا بيت الحمد لله اللي هو فيه كوزيناء وفيه بيت وفيه كل شي والحمد لله ولله الحمد وما كان بغيش نحط هات شي راكم عارفين كانت فادة تعليق السلبية وذلك شراكم عارفين ولكن منين المشاهدين ديالي كل شي كيقولوا لاختي حسنية لاش مكدرين نجاولة في داركم كان طلبوها منكم مكدرين نجاولة في داركم قلت علاش لا ما نحطش هات الفيديو فيد الله واللي بغي يقول شي حاجة ربك يخلص كل واحد هات شي لي كينا الحباب وشكرا لكم والله يجزيكم بخير والله يسهل عليكم والله يخلي لكم ربي صححتكم ويخلي لكم ربي معز عليكم والله يجزيكم بخير بارتاجيو هات الفيديو مع الحباب ومع الاصديقاء ديالكم والله يسهل عليكم كيما كتشوفوا الجو ديالشتا والبرد فين صورت هاد المقطع هادا وبقيت محافظة عليه وزديتوا لكم مع هاد الفيديو اللي عاد صورت وهاات شي لي كينا الحباب انتم كما تشوفوا الماء كيفاش كي هبط مع الحيوط كي هبط النيسان ثم همار خيوطة ديال الماء كيبانو احنا معرضين ذا كالتص ديال النيدو ثم كي يجمع الماء وكين وخها كاكل ما را همزلع في الطار كاملة والحمد لله ولله الحمد هاتش اللي اعطى الله سبحانه وتعالى كان طلب ربي الحبيبي سهل علي فش يرزقه نقدر نبني الام ديالي ولو كنت كانت منى كانت منى نقدر نبني الوليدة ولكن لله ما اعطى ولله ما اخذ الوليد ان شاء الله عند الله الله يرحمه ويستع عليه وكان طلب ربي الحبيبي يرزقني من حيث لا نحتسب من حيث لا تحتسب كان طلب ربي الحبيبي سهل علي فش يرزقه باش نقدر نبني الوليدة ديالي ونحقق الحلم ديالها محدها في الحياة ما قديتش نحقق الحلم من الوليد نحققه بعدها الوليدة نقدر نبني لها ولو غير جوج بيوت وكوزينة وتعيش حتى هي نقية وتعيش هاتش اللي بقالها من الحياة حيتي هي وخار نبغي ونديوها معنا رها مبغاتش تخوي الدار قلت لي يا قلت لا تجي تسكن معايا ولا تمشي لاخوتي كاملين كيقولوا لا تجي عندنا ولكن هي را ما غديش تقدر تسكن حتى معا شي واحد هي كتقول لك أنا داري جامي نقدر نخويها داري هي اللي غا نقلت فيها نجي عندكم نقل الشهر نقل الشهرين ولكن داري ما نقدرش نخويها وكانت مننا من الله سبحان وتعالى يسهل علي يا ربي الحبيب شيرزق ونقدر نبني لها ولا وغيجوش بيوته كوزينا وربي الحبيب كان دير السب أبو الكامل على سيدة ربي وكانت طلب من الله سبحان وتعالى يوفقني ونكون سباب باش نبني لوليدة ديالي ولو كيما قلت لكم غير جوش بيوته وندخل ابتسامة على وجهه وعليها إن شاء الله يا ربي وتهلنا وترتاح وتكون عندها طوالية حتى هي بحالها بحال الناس حتى ما عندناش طوالية تكون عندها طوالية جوش بيوته كوزينا وطوالية إن شاء الله يا أرحم الرحيمين وبسلام عليكم وته الله وفرسكم والله يجازيكم بخير اشتركوا في القناة